تتخلينا نروح لكرة السلة رجال بكرا ان شاء الله عندنا مباراة مهمة مع الاتحاد السكندري هتقام على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة في تمام الساعة السادسة مباراة مهمة ليه مباراة مهمة لان ده على المركز الاول والتالي جوة المجموعة مباراة مهمة على ارضنا بس بتيجي في ظروف صعبة عندنا اولا مجموعة من الاصابات كان عندنا قبل كده احمد حمدي طبعا موجود في الوقت المتحدة الامريكية لزروف اسرية شديدة تمنع انه يكون موجود في القاهرة وكمان مرغان سرحان كسر في صبع اصبع اليد اليومنا عندنا كان ايهاب امين مصاب بس الجميل ان ايهاب امين ان شاء الله جاهز للمشاركة بكر وده ان شاء الله انفراط دينا باذن الله ايهاب امين جاهز ان شاء الله بكر هيلعب مباراة الاتحاد السكندري ولكن للأسف عندنا اصابة جديدة عندنا سيف سمير عنده مشكلة في رجبته وبيعمل اشياء النهاردة عشان نعرف الاصابة وفترة الغياب دي حاجة كتير يعني احزانتنا كتير خاصة ان احمد حمدي ومروان سرحان الاصابتين دول جاييننا في مركز اربعة فكان سيف بيسد في المركز ده لحين عودة المصابين او عودة احمد حمدي من بره يشاء القدر ان يجي لك نفس الاصابة في نفس المركز اللي هو دلوقتي سيف اللي بيحاول يلعب في مركز مش بتاعه برضو جات له الاصابة فيه يعني طبعا قدر الله ما شاء فعل الاهم طبعا سلامة اللاعب طيب ايه اللي حلو في الموضوع كمان ان عمر الجندي بفضل الله رجع لمستوى عمر الجندي رجع بشكل كبير لمستوى وهو كان معذور الحقيقة عمر الجندي في حاجات كتير لانه رجع من المنتخب على بطولة افريقيا على اصابات كتير رخمة يعني مش اصابة تقعده بس فيه اصابات بنقولها كده رخمة يعني ايه تلاقي شد بسيط ما منعكش على اللاعب بس مدايئك انكر رجلك فيه زنة كده تحس ان احنا بنسميها زنة كده عامللك مشاكل تلاقي اصابات كده ضهرك يعني بتلاقي حاجات كده مش خليك طبيعي كان عمر الجندي عنده كل المشاكل دي بضعبا بالاضافة لإيجاده انه ما رايحش ولكن هو عمل ريكاور وزنه كمان زبطه بشكل كبير فعمر الجندي تقلق في المركز اربعة وده مساعدنا ولكن برضو محتاجين عدد وده اللي كان عامل حسابه مستر اجوستي من البداية نلعب الشغيرين عشان كده عشان الموسم طويل ومحتاجين نخش على البلاي اوف او لدوار الاقصائية واحنا كاملين بس عندنا طبعا اصابات يعني من شاء الله متعطناش المباراة بكرة الساعة ستة هنقللها لحضراتكم على الهواء المباشرة انا كل استوديو التحليلي باذن الله الساعة خمسة